قصتنا النهاردة فيها من الكوميديا والرعب المثير مع بعض عن بنت بتدخل فريق المشجعين البنات لكن الموضوع بياخد منحنتان خالص تابعوا معنا علشان تعرفوا احداثها المرعبة وابل ما نبدأ قصتنا المثيرة واللي مليانة احداث خطيرة ما تنساش تصلى عن النبي واهم حاجة تدعو لاخوتنا في فلسطين كمان اشتركوا معنا في القناة وتفعل زر الجرس علشان تبقى على طول متابع معنا ويوصل لكل جديد وعلشان احنا القصارة والعظمة مش بخلاصوا عندنا ويستهلوا عيونك ويهلا بينا على مغامرة النهاردة بيبدأ فيلمنا باننا بنشوف بنت شكلها زي اللي زعلان كده قاعدة على جهاز الكمبيوتر بتتفرج على شريط فيديو لفريق المشجعات في المدرسة السنوية واللي بتظهر فيه نجمة الفريق أليكسيس وهي بتكلم صاحبتها اللي بتسألها ليه اخترت التشجيع مع انه خطر وبنات كتير بتموت بالسبب الحركات الخطيرة وبتقول لها أليكسيس انها بتحب الخطر بتمشي صاحبتها وراه اللي بتصورها كأنه لقاء تلفزيوني مع نجمة مشهورة مثلا بتحكي أليكسيس عن تجاربها في المدرسة وانها قد ايه شعبيتها كتير وانها تعرف تيري قائد فريق كرة القدم في المدرسة وبتحكي عن مغامرتنا مع باقي المدرسة زي ما بنشوف بتظهر في الفيديو البنت اللي قلنا عليها زعلانة وقاعدة على الكمبيوتر وبنشوف البنات المشجعين بيقدموا عرض من عرضهم وبعد كده البنت اللي بتصور بتطلب من أليكسيس توريها مهاراتها أكتر من كده ولكن بيحصل حاجة مرعبة وهي ان أليكسيس هي بتستعد مهاراتها بتتشقلب في الهواء وبتقع تموت في وسط حالة من الصدمة من صحابها بعد كده بنشوف بنت تانية كانت ظهرت في الفيديو مع أليكسيس قبل ما تموت وهي ركبة العربية مع تيري وبيروحوا المدرسة في نفس الوقت بتكون بنت تانية واسمها ماني من ضمن الفريق المشجعات قاعدة على العربية ومعاها أختها الصغيرة هانا اللي بتلبس زي دابدوب كده وبتشجع فريق المشجعات في نفس الوقت كان فريق المشجعات عايزين متطوع واحد من البنات ينضم معاهم للفريق ما كان أليكسيس لأنها ماتت وكده بقى الفريق ناقص بيتقدم أكتر من بنته وبنشوف منهم البنت اللي قاعدة على الجهاز الكمبيوتر وبتتفرج على فيديو أليكسيس مادلين بيتقدم مادلين وهي دي اللي كانت بتتفرج على الفيديو من على الكمبيوتر لمكان أليكسيس بس البنت اضايقت منها وبتقول لها ده مكان أليكسيس بترد مادلين بإني في بنات تانية مقدمين على نفس المكان الفاضي لكن البنتين كانوا رفضين علشان كانوا خايفين على ما دي لأنها كانت صاحبة أليكسس وبتقول لهم ماندي ما تقلقوش أنا كنت بلعب رياضة مع أليكسس وبيوافقوا في الآخر بنشوف بعد كده شوية تمرين لشباب فريق كرة القدم وفريق المشجعات وبترجع مادلين الفيديو على لاحظة وقوع أليكسس وموتها وبتحاول تركز فيها لكنها بتتقافل من المنظر بتحكي قد إيه أن فريق المشجعات ده هي بتكرههم وأن هما منفقين وأنها مش هتسيب تيري في حياته بعد كده بتخرج مادلين علشان تروح حفلة المشجعات وبتقابلها أختها لينا واللي تعتبر شخصية غمضة وغريبة الأطوار وليها في السحر وبتقرأ طالع بتسألها أنت رايحة فين بتقول لها مادلين أنها رايحة الحفلة وبتحذرها لينا من أنها تروح وأنها حاسة أن في حاجة هتحصل وبتحذرها عموما أنها تبعد عنهم لكن طبعا مادلين بتستهزأ بكلامها ومش مصدقة ولكن لينا بتقول لها أنها حسد بموت أليكسس ساعتها ولكن برضو ما صدقت شي بتيجي في نفس الوقت تراسي قائدة فريق المشجعات الحالية بعربيتها وبتاخد مادلين علشان يروح الحفلة وبيتريع على لينا كعادتها المتنمرة بيمشوا للحفلة ملحوظة بعد ما بتمشي مادلين وتراسي بنشوف أن لينا بتطلع أحجار غريبة وبتفرشها على الأرض وبتستخدم علم الطاقة وحاجات غريبة كده وهم في الحفلة قاعدين تراسي دامرها بيأنبها أنها بقت مرتبطة بتيري وأنه مرتبط بأليكسس وأنها كده بتخون صاحبتها وهي ميتة ولكن مادلين بتقول لها أن من حقك تعيشي والحي أبقى ملميت بييجي تيري وبقي فريقه للحفلة ولكن بيمنعهم بحجة أن ديه تقاليد المدرسة وأن المشجعات حفلتهم لوحدهم وبيتفهم تيري الموقف بس قبل ما يمشي بيد تراسي سلسلة هدية وبيمشي ومادلين كانت متضايقة من وجوده بتخلص الحفلة وبيقعد مادلين وتراسي في العربية وبتقول لها أن تيري بيخنها وشافته مع بنت تانية من فترة قريبة وهنا تراسي بتزعل جدا وبتبعات له رسالة أنه شخص مش كويس بتهون مادلين عليها ولكن بيحصل بينهم قرب مش لطيف شوية وبيشوفهم تيري من بعيد بعربية وبيتدايق بعد كده بتوصل تراسي لبيتها وبتمشي مادلين وهنا برضو ما زال تيري ملاحقهم بعربية وبيكون متضايق من اللي شافه أثناء ما مادلين ماشية طلعت من شنطتها بعروسة زي عراس السحر ودي حاجة غريبة بعد كده بيرجع تيري الجيم مع فريقه وبيحكوا أنه هم عاملين حفلة والمشجعات جايين وبيلاحظوا أن تيري متغير وكان هيتخانق مع واحد منهم بالسبب أنه رمى الأوزان بعد كده بنشوف أن المشجعات راحوا الحفلة وقعدوا يضحكوا ويهزروا وبنشوف البنت اللي بتلبس زي دابدوب هانا بتحاول تتعرف على البنات والشباب اللي هناك وتاخد على الجو لكن مش بتنجح أوف ده وبتروح تقعد جنب لينا بتاعة الأحجار الغريبة وعلم الطاقة وبنشوف الأحجار قدامها وبتسألها وبترد لينا أن الأحجار دي بتمثل كل بنت وربة ليها وبتحاول تحميهم بتسألها هانا تحميهم من ايه بترد لينا من اللي جاي على الناحية التانية كانت الحفلة شغالة وضحكوا وهزار وكانوا مادلين وتراسي راحوا وقاعدوا مع بعض بعيد وكانوا برضو في وضع مش حلو هنا بتشوفهم لينا بعد ما سابت هانا مع الأحجار وبتتصدم في أختها بترجع على طول عندي هانا والأحجار لكن كانت في حاجة غريبة حصلت وهي أن حجر من ضمن الأحجار كان بشعب طريقة كبيرة وهانا خافت وقلقت وجات لينا تلحق الموقف بتقول لها بعدي وبنلاحظ نظرات الألأ والخوف على وشي لينا وإن ده مؤشر على حدوث حاجة خطيرة بعدها بشوية بيجي تيري وبقي فريقه بعربيتهم اللي بيكون متضايق من وضع مادلين وتراسي اللي شافوا وفعلا شافهم جاي لوحدهم وأصدر قرار على فريقه إن هم هيبعدوا عن فريق المشجعات وهنا بيتضايق تراسي وبتطلع فيه القديم والجديد وبتحصل بينهم مشدة انتهت بإنه ضربها ووقعها وهنا بقي المشجعات وفريقه حاولي وقفوه وخدت المشجعات صحبتهم المضروبة ورجب العربية ومشيو لكن تيري كان لسه متضايق من إهانة تراسي لي وصمم يروح وراهم بعربيته الخاصة وفضل جاري وراهم بالعربية وصحبوا معك أنهم في سباق عربيات لحد ما طلوا على منحضر جبل وعربيت البنات المشجعات اتقلبت في البحيرة وهنا تيري وفريقه خفوا جدا وواحد فيهم كان عايز ينقذهم ولكن تيري رفض وهربوا وكانت لينا مركبتش معاهم وراحت تشوفهم لقيتهم مقلوبين بالعربية ونزلت جاري عليهم وقعدت تعايت وفتحت باب العربية وطلعتهم وحاولت تنقذهم لكنهم الظهر ماتوا وهنا طلعت لنا الأحجار واستخدمت علم الطاقة بتاعها تحت الأمر وكل حجر فيهم بقى يشع ودخل في كل واحدة فيهم وفعلا صحي ورجعوا للحياة واخرتهم عندها في البيت بنرجع لتيري وشلته وهم قلقانين على البنات ولكن تيري مش بيحتم وبيقول هما كده البنات مش بيعرفوا يسوقوا على الناحية التانية بعد ما لنا أخذت البنات عندها صحيوا من نوم وهم كل واحدة فيهم مش عارفة حصلي ومتعصبين وخايفين وحالتهم حالة وكانت لنا مسكت القطة بتاعتها وبتقول كلام غريب ليها زي التعويز كده بس الغريب بقى ان ماني وأختها صغيرة هانا أرواحهم اتبدلت ببعض وبقت كل واحدة في الجسم التانية وتراسي لسه أثار الضرب من تيري معلمة على وشها وبتكون خايفة انهم انفصلوا وهي وتيري ومادلين بتسأل حصليه لينا بتحاول وبتقولهم على كل حاجة وهنا مادلين بيتضايق وبتعصب وبتقول لها انت ليه دايما بتعملك كده معايا وبتيجي ورايا بتقول للبنات انهم ماتوا كلهم مبارح وهي رجعتهم للحياة من خلال الأحجار هنا بيستغربوا جدا من كلامها وبتقول لهم مادلين ان لينا سحرة وأسنا ما بتقول لهم كل حجر دخل في جسم واحدة فيهم نور واللي هو فيه بقى هنا كانت تريسي جعانة جدا وبتلف في كل حتة علشان تاكل ودخلت بيت واحد غريب وصبحت علي بالأسباني وبتقول له فيه عندك أكل طبعا هو بيكون مستغرب ومين دي أصلا بس لأنها حلوة فما تكلمش وبتفتح عنده التلاجة وبتلاقي أصلا لبن وبتشربه كل من كتر الجوع بتاعها وفجأة زي ما يكون تريسي تحاولت لأكلة لحوم بشر وعدته وعايزة تاكله وجم وراها باقي البنات وكانوا بيدوروا عليها وهجموا على الرجل الغلبان وأكلوا ومصوا جسموا بتسألهم لنا حاسين أنكم كويسين دلوقتي وأقوية وشبعتوا ردوا أيوة وهنا فرحت أولين علشان سحر الويكا بتاعها نجح بس ده ما كانش حامم الأختين ماني وهانا طبعا غير أن هما يرجعوا لأجسامهم وبيقرروا أن هما بعد كده يروحوا المدرسة وهناك كان تيري وفريقه مشغولين بالوارد الجديد من الطلب البنات وبتعرفوا عليهم وكان في واحد منهم اسمه فيك رايح عايز المديرة في كلمتين وشكله كان متوتر جدا فجأة بيدخلوا البنات في وسط دهشة تيري وشلت وشكلهم جميل جدا وأن هما إزاي لسا عايشين لا وكمال لينا بقت قائدتهم وكان الكل بيبص فيهم حتى فيك صاحب تيري ساب المديرة وركز معاهم أثناء وهم في الحصة مادلين بتلاحظ أن فيه أثار دم على أديها وخبتها بسرعة في حين النهانة مستمتعة بنظرات الكل لها وده بسبب أنها كانت مهماشة في نفس الوقت يلينا السحرة المجنونة دي كانت بتطير الأحجار بتاعتها على الدسك بتاعها في الفصل وبتقرأ تعاوزها لدرجة أن فيه ولد شافها وخاف وبيحكي لصحابه بعد كده بتروح مادلين لتيري وصاحبه اللي وقفين مع بنات بسنة أولى وبتقوله أنا كنت ناوية أبوز عليك آخر سنة لكن دلوقتي أنا ناوية أقتلك ولكن فجأة بتتعب مادلين ومكان الحجر اللي دخل جسمها بيشع وتيري وصاحبه بيخاف وبيجرو بنشوف واحد من فريق كرة القدم صاحب تيري بيروح لتراسي وبيعتذر لها وإنه كانوا عايزين ينقذوهم بس ما عارفوش لكنها بتقول ولا يهمك بس لو عايز تعاوضني شربنا بخضرات في نفس الوقت بتروح بعدها لاختها لينا وبتقول لها إيه اللي بيحصل ده بتقول لها واحدة راحت قعدت مع ولد منشيل تيري والتانية راحت تشرب مخدرات برضو مع صاحب تيري وقتلته وفعلا راحت هنا اللي في جسم أختها تقعد مع الولد ده وحصلت حاجة كده زي عدم توازن في الأحجار لدرجة أن لينا تعبت وقعد وراحت تراسي تقعد في العربية مع الولد التاني وقعدوا يشربوا وسكروا لكن فجأة كده بتقول لها وريك حاجة ووريتوا الجرح اللي تسبب فيه تيري ومرة واحدة طلع من الحجر دخل في رأس الولد ومات وشرب الدم ووظهر كده أن هم تحولوا كلهم لحاجة زي مصاصين الدماء وبقوا يحتاجوا الدم علشان يقدروا يعيشوا بنرجع مرة تانية لمدلين وأختها لينا واللي بتفهمها إيه اللي حصل وكل واحد عمل إيه وجاء تراسي وكان واللي قتلاها من شوية وبتقول لها لينا كفاية أكل في الناس البريئة بعد ما عرفت مين اللي قتلته لينا كانت بتحط أحجار الويكة السحرية بتاعته وكان تيري بيرقبهم لأنه شاكك فيهم وفي مظهرهم أصلا وشاف مكان الحجارة وراح أخدها على الناحية التانية بنشوف مارثة اللي هي في جسم هانا بتكون متضايقة من ماني صاحب تيري لأنه راح قاعد مع مارثة اللي هي هانا في جسمها علشان هي مفروض صاحبته وأن أختها هانا لسه صغيرة وما كانش ينفع يعمل كده على أساس أنه عارف يعني ودحكت عليه وقالت له مارثة عايزك في الغابة لأنه كان ماشي ومش راضي يقف لكنه سمع اسم مارثة راح على طول معاها وهنا كان تيري اكتشف مقتل صاحبه في عربية الفريق وشك فيهم راحوا الغابة وبتقول ليه بتعمل كده وهو أصلا ما بيعرفش حاجة بس بقولها أن أختها أحسن فبتتعصب وبتجري وراه وترميه في الشجرة وبينزل متكسر وكله دم وفي الآخر بتشرب دمه وبتقتله بيوصل لعلم لينا اللي مارثة وبتخلي أختها مادلين تشرب شوية من دمها علشان تعبت بتجمعهم عندها في البيت علشان تشوف حل ويبطلوا قتل ابتدى الجو يتوتر بينهم بسبب اللي حصل ده طلعت هنا واللي في جسد أختها مارثة بترنع لماني ولكن بتسمع صوت رن التليفون وجوه بتدخل تلاقيه مع أختها بتعرف إنها أتلته حصلت خناءة بينهم وكانت عايزة تمشي بتقول لها لينا ماينفعش تمشي دلوقتي انت ضعيفة ومحتاجة دم بس طبعا مش بتسمع كلامها في اللحظة دي تراسي اكتشفت يوميات مادلين المصورة واللي بتقول فيها إنها بتكره تراسي وفريق المشجعات وإن هما مغرورين وتشوف برضو يوميات مصورها ليها وهي قاعدة مع تيري هنا بتقوم وبتواجهها بس برضو بيحصل خناء بينهم وبتزق تراسي مادلين على الدولاب وبتاخد عربية ماركونة بره وبتمشي بتكون ضعيفة برضو لأنها لسه ما شربتش دم بعد كده بتقعد لينا مع ماديا علشان تفهم إنها هي عملت كده ليه قالت لها بعد موت أليكسيس حبيت أعمل حاجة تفرح صاحبها وخصوصا إنه هما زعلانين عليها وبالذات تيري وفكرت إنها تجيبه وتتكلم معاه بحيث إنها تهون عليه وأول كان فيديو كان كويس ولكن بعد كده شرب مخدرات وعرض عليها وهي ما رفضتش مع إنها كانت تقدر وضغير واعتدى عليها فهي من ساعتها كانت عايزة تنتئم منه في نفس الوقت ده تيري اكتشف مقتل صاحبه ماني وقرر ينتئم منهم فعلا بعد ما اطلعت مارثة اللي في جسم أختها هانا خطافه هو وصاحبه الثاني وأخذوها في العربية وكان معاهم أدوات حدة وطلعوا الحجر منها بعد ما قتلوها وأوب ما لمسوا الحجر بقى البنات تواجعوا وحسوا بيها وطلعوا الجاري وكانت هانا طلعت تدور على أختها وسامعت صوتها وهي بتصرخ وراحت عندهم وقللت صاحبه وكانت هتقتل تيري بس هو بلع الحجر وبقى عنده نفس القوة اللي عندها وما قدرتش عليه وكان فيك اللي خرج من فريق تيري جاي ليهم وكان رايح لمدلين يحذرهم لأنه عارف نواية تيري نحيتهم وكان تيري بقواته الجديدة وصل لهم وكان فيك كمان ويتجمع كلهم وقام تيري مطلع هنا وقسر دراعها قدامهم وأخذها الغابة بعربيته علشان يستدريجهم وراه وهنا مادي قالت لفيك مش انت عايز تساعدني تعالى قامت مص الدمه علشان يبقى عندها قوة وريق بالموتسكل بتاع فيك هي واختها وراح وراه وشافتهم مرثة ولفت وراهم بالعربية طبعا تيري كان مخطط كويس هو هيعمل ايه فكان حطت افخاخ حدة في كل حتة علشان كده اختار الغابة وراحوا هناك ليه مومادي لقيوا ان تيري بقى اقوى لانه قتل هانا واخد الحجر بتاعها زي اختها وانتابت راسي حالة من الصدمة وفضلت تجري في الغابة لما هو جري ووقعت في الافخاخ وراح اتماندي نفس الكلام وراهم بس ما وعدش هنا تيري كان هدفه ليهما اقام مسكها وضربها وزنقها في الشجرة جنب المقابر طلب منها تعرفوا ازاي استخدم الاحجار اللي معاه طبعا رفضت على الناحية التانية كانت تيريسي ماتت في الافخاخ الحدة ومادي بتعايت جنبها وزعل عليها وبيتوجع ليهما في مكان الحجر عندها هي كمان وبيقول لها تيري صحبتك ماتت وجريت منه علشان ما تقولوش على سر الاحجار لكنه ضربها بالسكينة وقال لها طالما مش هتقولي هطلع الحجر منك علشان تقولي وأخليه معايا والحجر كان في رقابتها يعني هتموت لكن ظهرت مادي وجات حاول التمنعه من قتل اختها ولكن برضو ما قدرتش عليه وحين ليمة بتستخدم سحرها وبتخلي الاحجار تطلع من كل حد دخلت فيه وما يتيري بسبب ان هم خرجوا من بطنه وهي كانت هتموت واختها ليمة ولكن خلت الاحجار ترجع لهم تاني علشان يعيشوا وفي حجر منهم موقع على قبر أليكسيس وطلعت لهم جزتتها بعد ما رجعت للحياة تاني وانتظروا الجزء التاني من فيلمنا لحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا ما تنساش فولو و لايك و شير وتقول لنا رأيك في التعليقات وتحب تشوف أفلام اي جي دي ده معنا وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب وهتلاقي لينك بيز تحت في الديسكريبشن يالي سلام